اهلا بكم تعالوا من خلال الدرس ده نتعامل مع الجزء الخاص باللايرز داخل اللوحة تايم لاين ونبدأ ننظم اللايرز بتاعتنا ونرسم شخصية داخل مجموعة من اللايرز كل جزء فيها داخل لاير مستقل تمهيدا لاجراء عملية التحريك على الشخصية دي فيما بعد تعالى الاول نستدعي الشخصية اللي احنا عايزين نرسمها او الصورة دي طبعا هي صورة لو انت بتعرف ترسم انت اوكي ممكن ترسم على طول على الستيج الفاضي وتبدأ ترسم انما لو انت عندك شخصية مرسومة اصلا او رسام عاملها وانت محتاج ان انت ترسمها تاني داخل الانيميت ممكن تستدعيها وتبدأ تشفها زي ما حوريك دلوقتي بس المهم انها لازم تترسم داخل البرنامج علشان تقدر تعمل الاجراءات بتاعة التحريك اللي حنعرفها فيما بعد او حتى لو هي صورة وانت ممكن تستدعيها برضو في اجزاء كتير منها لازم انت تبدأ ترسمها فاحنا هنرسم من البداية خالص بالادوات اللي احنا عرفناها والموضوع هيبقى بسيط جدا وزي مقلتلك حتى لو انت ما بتعرفش ترسم انت هتعيد على الرسم مش اكتر تعالى نستدعي الاول الصورة من قائمة فايل هاختار امبورت ومن امبورت عندي دلوقتي مبدئيا اختيارين يا اما اعمل امبورت تو ستيج معناها استدعي الصورة دي مباشرة الى الستيج او اقول له امبورت تو لايبري معناها اعمل لي استدعاء للصورة دي وحطها في اللوحة لايبري مؤقتا يعني وسبها موجودة فيها بحيث ان انا وقت ما عاوز استدعيها استدعيها من اللايبري وده افضل طبعا فانا هاختار دلوقتي امبورت تو لايبري هيقول لي فين الصورة اللي انت عايزة هبدأ اختار بقى الصورة وليكن الصورة دي هتلاقيها عندك على فكرة في الفولدر الخاص بالتدريبات بتاعتنا اسمه asset موجودة على الستوانة انت تقدر تستدعي الصورة دي منه طيب هي فين الصورة انا استدعتها في اللايبري فلو جبت اللايبري هنا هتلاقي فعلا بقى فيه صورة هنا لو ضغطت عليها هجيب لك نموذج لها فوقها الصورة دلوقتي موجودة في اللايبري فاي وقت بقى هتعوزها هتسحبها للستيج ولكن انا عايز بقى مهد اللاييرز عندي علشان ابدأ احط الصورة دي فيها انا دلوقتي الصورة دي المفروض هحطها وحبدأ اشف عليها فانا عايز اللايير داي بقى اسمه مثلا الاصل وحط فيه الصورة دي ازاي اغير اسم اللايير هو اللايير الافتراضي بيبقى اسمه لايير وان كده ده اي ملف بفتحه بيبقى فيه لايير اسمه لايير وان الستيج عندي يبقى انا حطيت الصورة دلوقتي في اللايير اللي اسمه الاصل طبعا الصورة كبيرة فانا ممكن دلوقتي من الاداة اللي احنا استخدمناها قبل كده بقى اسمها free transform tool ابدأ اضغط على المربع ده كده مع shift وابدأ اصغر الصورة شوية طبعا shift عشان احافظ عن نسبة بحيث تبقى عاملة كده ممكن اكبرها بحيث تملى الستيج بس تبقى باينة كلها قدامي بالشكل ده يبقى اذا ادي اللي عملته عملت صورة او استدعتها في اللايير اللي اسمه الاصل وخلي بالك هي موجودة برضو عندي في اللايبري وقت ما عوزها استدعيها تاني ولا اني هحتاج فعلا ان انا استدعيها مرة اخرى وحقولك ليه دلوقتي الصورة دي المفروض ان انا هبدأ ارسم فوقيها فانا عايز اغير الوباسيتي بتاعتها شوية لو ضغطت click يمين على اللايير بتاعي هتلاقي فيه اختيار هنا اسمه properties ممكن اضغط عليه ومن الفيزاباليتي دي اغير الفيزابول دي اخليها transparent transparent مقصود بيها شفافة وبيقول لي هنا نسبة الشفافية انت عايزها قد ايه عايزها 50% ده default ولا عايزها invisible تبقى غير مرئية ولا عايزها visible يعني مرئية بنسبة 100% انا هخليها transparent اوكي 50% وحضغط اوكي كده الصورة بقت شفافة شوية بحيث ان انا ما جارس ان فوقيها يبقى الموضوع سهل بالنسبة لي يعني طيب الصورة دي انت هتحتاج تنقلها من مكانها او تعمل عليها اي اجراءات لا انا عايز بقى اعمل لها look داخل اللاير بتاعها علشان ما تتنقلش ولا اقدر بقى اكبرها ولا اصغرها ولا اعمل اي حاج عليها انا عايزها بس كده كأنها في الارضية لزقة وابدأ اشف عليها فعلشان كده حضغط على الاداة اللي تحت الافل دي كده النقطة دي حضغط عليها كده معناها فلي اللاير ده اللاير ده كده بقى مقفول وبالتالي ما اقدرش ان انا اتعامل معاه خالص خلاص الصورة دي لا اقدر انقلها ولا اقدر احركها ولا اقدر مسحة ولا اقدر اعمل اي حاجة وده افضل لان انا عايز عشان اشف عليها طيب جميل انا محتاج بقى ان انا اجيب الصورة دي مرة اخرى حطها كده كنموذج صغير قدامي بحيث ان انا بقى شايف الالوان واقدر اعمل بيك للالوان دي لان خلي بالك انما عملت ترانسبيرنت هنا الالوان اتغيرت ما بقتش الالوان الاصلية فانا هستدعي الصورة مرة اخرى بس هستدعيها في لير جديد اسميه مثلا نموذج مصغر كل حاجة بقى تسميها عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه فانا ممكن اضغط على الاداة دي نيو لير بانا كده بعمل لير جديد اسمه لير تو هضغط عليه دابل كليك اهو وسميه نموذج مصغر مثلا علشان احط في الصورة تبقى باينة قدامي واقدر الاطقط منها الالوان ازاي اعمل ده انا واقف دلوقتي على اللير الجديد هسحب اليه الصورة من اللايبري تاني مرة اخرى ادي ميزة بقى ان الصورة تبقى في اللايبري ممكن تستدعيها في اي وقت اكتر من الف مرة زي ما انت عايز يعني طبعا ممكن برضو بل ترانسفورم ابدأ اصغر الصورة دي كده مثلا وخليها على جنب هنا او خليها بره الستيج حتى بس خليها جوه انا عندي مساحة وممكن اكبرها شوية كمان عشان ابدأ التقط منها الالوان مش هغير بقى الترانسفورمسي بتاعها خليها زي ما هي بس برضو هعمل لها لك انا مش عايز اغير فيها اي حاجة انا عايزها تبقى قدامي عشان الالتقط منها الالوان الاصلية محتاج اعمل ايه بقى محتاج دلوقتي ان انا ابدأ ارسم عايز بقى جزء جزء من الصورة ابدأ ارسمه يعني الشعر الوحده الودن الوحدها العين اليمين لوحدها والشمال لوحدها الفم الوحده كل حاجة بتتحرك عايز ابدأ ارسمها في جزء الوحده فتعالا نبدأ نرسم الشعر الاول طبعا اي حاجة هرسمها من الافضل انها تبقى في لير مستقل يعني هضغط دلوقتي نيو لير واعمل دابل كليك هنا كده واعمل لير اسميه مثلا الشعر اهو وحبدأ دلوقتي ارسم بقى داخل اللير ده الشعر انا واقف عليه وهبدأ ارسم الشعر هنا طيب حاعمل زوم بقى على الجزء بتاع الشعر ده ممكن اختار العدسة دي وابدأ اعمل زوم هنا كده طبعا الشعر يعني خلينا في الشعر الاول ونشوف الدقن بعدين اي دي الشعر بتاعي ممكن طبعا اضغط على مسترة المسافات واتحرك فوق تحت بحيث ان انا ازبط المساحة او اعمل زوم قوت شوية طبعا لو انا عايز اعمل زوم بنسبة بسيطة جدا انا عندي هنا متين اربعة وخمسين في المية ممكن اضغط او ازل للمساحة دي كده واكتب متين واربعين في المية مثلا خليها كده بحيث تصغر شوية وابقى شايف الشعر وطبعا ممكن بمسترة المسافات وابدأ اتحرك كده مسترة المسافات دي اللي هي ايه اللي هي البان تول دي او اليد بس اما باضغط مسترة المسافات بتتحول الاشارة الى يد وابدأ اتحرك كده جميل حبدأ بقى دلوقتي هستخدم ايه من ادوات الرسم عشان ارسم الشعر ده طبعا الشعر اللي انا عايز ارسمه دلوقتي مجموعة من الخطوط كده متعرجة بالشكل ده علشان ابدأ ارسمها يعني ولونها من الداخل عندي كزا ادابة ممكن اللاين ممكن البنسل ممكن البراش يعني ممكن استخدم اي حاجة من دول عشان ارسم الشعر اللي انا عايزه ولكن انا عن نفسي بفضل استخدم البن تول لانها مجرد كليك كليك كده بعمل نقاط ارتكاز وبعدين ابدأ احنيها فيما بعد انما لو استخدمت الالم او الفرشاة لو ما عندكش تابلت بين او بين تابلت هتبدأ ايديك تترعش والخط مش هيجي مظبوط فالافضل ان انا استخدم البن تول وتعالى نشوف بقى ازاي اعمل الكلام ده هاختار اداة البن تول وحبدأ دلوقتي ادخل الى اللوحة وابدأ ارسم بس هارجع للبروبرتز اتأكد بقى من صمك الاستروك قد ايه ولونه قبل مرسم يعني او طبعا ممكن بعد مرسم اعمل الكلام ده ولكن تعالى نغيره من دلوقتي اللون بتاع الاستروك ده انت عايزه يبقى ايه انا عايزه يبقى نفس اللون الخاص بالشعر اللي هو اللون الاسود ده طبعا انت ممكن تضغط هنا كده وبعدين تختار اللون تعمله بك من هنا كده يبقى انا اختارت اللون مباشرة طيب صمك الاستروك خليه واحد زي ما هو طيب نرجع بقى للشعر كده وحبدأ دلوقتي ارسم باستخدام البن تول احدد بقى نقطة انا حبدأ منها براحتك يعني شوف انت نقطة عايز تبدأ منها وليكن مسلا حبدأ من النقطة دي كده كليك خلص عملت نقطة ارتكاز هنا ابدأ بقى امشي على المنحنيات دي احط نقاط ارتكاز هتبقى طبعا خطوط مستقيمة وانا حبدأ بقى فيما بعد الخطوط دي اعمل لها انحناء حضغط كليك كليك هنفضل بقى ماشين اعمل كليك على كل منطقة انت شايف انه ممكن يبقى فيها انحناء طبعا انا هتعمد مثلا الانحناء ده مش هحط فيه نقطة عشان نشوف بعدين ازاي نبقى نعمل ده لو فيه اي تعديلات يعني هبدأ اعمل كليك هنا كليك هنا كده مثلا يعني هبدأ احط نقاط كده على الانحناءات دي وهمشي بقى للاخر طبعا انا عايز اعمل الشعر بس فخلينا على الشعر سيب باقي الاشكال ممكن كمان بالمرة اكمل الدقن لانها نفس اللون فممكن امشي برضو على الدقن كده اعمل نقطة هنا واعمل مثلا نقطة هنا واعمل نقطة هنا انا هتابع معاك مش هسرع الفيديو يعني نمشي مع بعض كده نرسم الخط او البداية دي على الاقل لغاية ما نوصل للي احنا عايزينه بالزبط طبعا انا كده مفروض ماشي للخطوط اللي برا مش اللي جوه هبدأ ارسم بقى هنا كده نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا وكل الخطوط اللي انا بعملها دي هبدأ اعمل لها نحناء لما خلص بس واوصل لنهاية الشكل بتاعي اهو هنا ممكن نقطة هنا نقطة هنا على النقاط دي كلها هبدأ احط طبعا كل الخطوط دي خطوط مستقيمة انا ممكن على فكرة انا برس محنيها زي ما انا قلتلك بس بيبقاش مظبوط اوي انا بفضل ان انا اعمل كده هوصل بقى الاخر نقطة كليك يبقى انا كده خلاص افلت الشكل ده طبعا لانا رسمته ده حاجة غير الاصل تماما يعني انما شوف بقى ببساطة انا لو اخترت الوقت السيليكشن تول هبدأ الخطوط دي مجرد ما اقف على اي خط ابدأ من هنا مثلا ابدأ احني على نفس الخط الاصلي بالشكل ده ده ابدأ احني في حاجات هتلاقيها مش هتطلع مظبوطة اوي هبدأ اوريك دلوقتي ازاي مظبوطها مش بقى واحدة واحدة كده على الخطوط وخد وقتك يعني موضوع ومش هاخد وقت قوي على فكرة لانه هو موضوع بسيط يعني ما هواش صعب ان انت تعمل تريسنج للخطوط دي الخط ده برضو اهو انا بقى لو جيت عملت انحناء هنا بيطلع من هنا ولو جيت عملت هنا مش هيجي مظبوط طيب اعمل ايه في النقطة دي بقى تعالى يعني هعمل ده وبعدين هكمل رغم ان انا المفروض بعمل كل حاجة وفي الاخر ببدأ اعمل الرطوش بقى البسيطة بس تعالى نقف هنا كده انا عايز اعمل نقطة ارتكاز هنا عشان اسحب الخط ده لبرة فحاختار الاداء الخاصة باضافة نقاط الارتكاز اللي اسمها add anchor point زي ما عملنا قبل كده واضغط click هنا يبقى انا حطيت نقطة خلاص ارجع اختار ال selection tool تاني وابدأ بقى اسحب النقطة دي هنا طبعا خلي بالك المفروض في نقطة هنا فلو عملت انحناء لها هتبدأ تنحني بعيد عن التاني يبقى انا كده زبطت الخط اكمل بقى اكمل كل ده هبدأ اكمله وطبعا يعني مش لازم يبقى بدقة قوي لان انت بترسم حاجة بتعيد رسمها النقطة دي مفروض نقطة حدة رغم انها المفروض هنا تبقى نقطة نعمة فطبعا ممكن برضو اختار الاداء الخاصة بتحويل النقاط الى نعمة اهي وابدأ اضغط هنا عشان تبقى نقطة نعمة وابدأ احنيها بقى بعد كده زي ما انا عايز يعني كل ده بقى انت تقدر تعمله المهم ان انا هكمل كده سريعا اهو طبعا مش بدقة قوي بقى بس انت لو ركزت يعني هيبقى الموضوع بدقة ممكن اعمل المسطرة المسافات وابدأ انزل كده علشان اكمل باقي الشعر اقدقني دي كده هنا الشكل ده هنا هبدأ اكمل بقى كل ده كده ببساطة يعني مش موضوع صعب ومش موضوع محتاج زي ما قلتلك ان انت تبقى يعني محترف في الرسم انت بتشف على المرسوم فالموضوع بالنسبة لك هيبقى بسيط جدا ما هواش صعب كده اهو كل حاجة هتبقى بسيطة يعني مفيش مشكلة النقطة دي اسحبها بقى مش حنيها بالشكل ده النقطة دي طبعا محتاجة نقطة هنا عشان ادخل بيها الجوة فبرده هاختار هنا اد انكر بوينت واضغط هنا كده حط نقطة وارجع تاني اختار سليكشن تول وابدأ اسحب النقطة دي هنا علشان احني الباقي ممكن لو عايز نقطة تانية كمان تبدأ تحط نقطة مت هيقلي محتاجين نقطة تانية هنا برضو هاختار اد اه واختار النقطة وارجع اختار السليكشن تول كل ده ليه شورت كات على فكرة انت ممكن تحفظه وتبدأ تستخدمه بدلا ما تروح كل شوية للأدوات يعني بس انا ايه بعملها عشان اوريك احنا بنعمل ايه حبدأ اسحب تاني اهو كل ده بقى تبدأ تعمله طبعا برضو محتاج تحط نقطة هنا يعني مش هحطها بقى خلاص انت عرفت ازاي بتتحط بالشكل ده كده يبقى انا بخلص الرسم وموضوع بسيط جدا مش محتاج احتراف زي ما انا بقولك اهو بسيط جدا ان انت تعيد رسم الاشكال بالشكل ده كده طبعا انا مش بسرع انا ماشي معاك واحدة واحدة واعتقد ان اعمل ارغي يعني بس عشان ما يبقاش فيه صمت في الفطرة دي ولكن علشان اوريك برضو بالزبط ايه اللي بيحصل مش هسرع موضوع بسيط جدا مش محتاج اي مجهود خالص يعني كده انا المفروض خلصت رسم الشعر الى حد ما طبعا انت ممكن بقى يعني تزبط ومتحط نقطة بقى هنا وتبدأ تسحب دي اوريك اهو برضو تاني هاختار هنا دي عايزة تسحب شوية فهعمل لها نقطة هنا كده وارجع تاني اختار السليكشن تول وابدأ اسحب اعمل كيرفل دي انا حطيت نقطة وسحبتها بالشكل ده اسحب بقى دي عشان ازبطها يعني بقى ايه كده الموضوع الى حد ما دي محتاجة تسحب جوه شوية ودي محتاجة تسحب هنا شوية ميزة تخلي بالك بقى ان انا كمان استخدمت البين تول ان الخطوط دي كلها متصلة يعني مفيش فراغات ما بينها وبالتالي ما تيجي تعمل ملأة او تلون مش حيبقى في مشاكل غير ما تستخدم الخط الخط ده فانت هترسم مجموعة خطوط وممكن تبقى فيها اه انفصال يعني الى حد كبير كده انا رسمت لو عملت زوم اوت شوية كده كل اللي انا عملته ده كده الهالة اللي بره بتاعة الشعر المفروض بقى ان انا ارسم اللي جوه بنفس الطريقة اعمل باص تاني جوه كده بنفس الاداة بتاعة البين تول هاختارها المفروض البين بقى تول نفسها وابدأ ارسم بنفس الاسلوب بس انا حسرع بقى الفيديو شوية وانا برسم علشان الموضوع ما يبقاش ممل بالنسبة لك انا هعمل زوم شوية هو وابدأ استخدم البين تول وارسم وحسرع الفيديو شوية يبقى انا كده الى حد ما خلصت المطلوب هعمل زوم اوت شوية كده اه دي المفروض الشعر انا رسمت كمان اللي جوه واللي بره بس نقص بقى الحافة بتاعة الفم دي فانا ممكن برضو تاني استخدم البين تول وابدأ احط هنا نقطة انكر هنا هعملها بسرعة بقى خلاص دي بسيطة يعني ما هيش صعبة وبعدين ابدأ استخدم السيليكشن تول واعمل الانحناءات اللازمة بالشكل ده كده هنا وهنا كمان وهنا كمان يبقى انا كده خلصت كمان الجزء بتاع الفم ده بس حاول تثبطه يعني على قد ما تقدر طبعا انا الفم ده تحديدا يعني هنبدأ نرسمه خالص من جديد انا ممكن اكبره شوية بقى كده انا العب فيه زم انا عايز علشان عايز الجزء ده يعني هحرك الفم مع الكلام وهشوف اعمل الكلام ده ازاي فانا يعني هحاول اكبر المساحة دي شوية ايبقى بالشكل ده كده انا رسمت الشعر نقص بقى ان انا عمليه دلوقتي هعمل زوم اوت اهو شوية ابدأ الون بقى الاجزاء دي ازاي يعني باداة البينت باكت هختارها وهختار اللون اللي انا عايزه طبعا اللون ده ممكن بالايدروبر طول اختار لون الشعر وهو على طول حول الى البينت باكت تول المفروض دلوقتي ان انا ادخل جوه الشعر واضغط واشوف ايه اللي حيحصل اه شوف بقى ايه اللي حصل اللون طلع برا ليه اكيد في حاجة غلط انا فعلا وانا بارسم لقيت ان في حاجة غلط هنا لو انا عملت زوم على الجزء ده شوف الجزء ده مكعبل فعايز انا صلحه لان هو الكعبلة دي هي اللي طلعت اللون برا اعمل ايه بقى عشان اصلح الجزء ده امسحه بالممحة يعني لو اختارت الممحة ابدأ بس اختار من هنا انا عايز امسح الخطوط بس فحقول له erase lines وابدأ امسح كده lines دي وابدأ اكملها تاني اختار الاداة بتاعة البينتول واضغط على النقطة دي كده دي نقطة نهاية وكمان النقطة دي وكمان النقطة دي وبعدين النقطة دي عشان اقفل وارجع اختار بقى ال selection tool واعملها من جديد ما تبقاش بقى مكعبلة كده ولزقى في بعض يعني احاول ان انا ابعدهم عن بعض بالشكل ده كده مايبقوش متدخلين في بعض يعني ابدأ احني ده كده شوية كمان اصبت بقى المنطقة دي بالشكل ده يبقى انا عملت ده كده لو عملت دلوقتي زوم قاوت صلحت المنطقة اللي كانت بايزة بعد ما مسحتها بالممحاة لو جيت دلوقتي اختارت البينت باكت وضغط كده مظبوط الشعر فعلا طلع مظبوط وبقى في لير لوحده انا عمله تعال دلوقتي نبدأ نرسم الازنين برضو افضل ان انا ارسم كل ازن في لير لوحدها تحسبا لاحتياج اي اناميشن فيما بعد مش هتفرق معايا ومش هخصر حاجة لما اعمل كده فانا هضغط دلوقتي على اداة انشاء لير جديد نيو لير وحبدا اسمي لير ده كده دبل كليك عليه واسمي لير ده كده اي اناميشن فيما بعد فامسامي مثلا الاداة ليمنى にчив بقى داخله الاداة traz Australotti هعمل زون الى الari على الاداةrian 잡ط اولا الاداة اللي هستخدمها اي calculated يمكن استخدم البينتول بشكل عام واجه كده اقرب الى الهوالتول فانا ممكن استخدم الاداةالح البايد وابدأ ارسم بها دي الاوزن وابدأ اعدلها فيما بعد فهاخترها وابدأ دلوقتي ارسم بقى الاوفال بتاعتي بس اولا انا مش عايز يبقى لها فل مش محتاج فل دلوقتي انا عايز بس الاستروك والفل ده انا لسه حرسم جواه حاجات كتير فهضغط هنا واقول له الاستروك بقى هيبقى لونه ايه؟ عايزه نفس لون الاستروك ده اجيبه بقى من النموذج المصغر اروح له كده اهو وحضغط على اداة الاستروك دي واختر نفس لون الاستروك ده كده يبقى انا حددت اللون طيب حرجع تاني للقزن عند الشكل الاساسي وابدأ ارسم بقى بالاوفال تول بس الاستروك حاج موديه هو دلوقتي واحد اجرب كده لا كده رفاع جدا فانا ممكن اعمل كنترول زد وابدأ اخليه اتنين مثلا اعتقد اتنين هيبقى مظبوط لو ضغط انتر وابدأ ارسم دلوقتي يعني اتنين كده الى حد ما مظبوط الاستروك طبعا ممكن تغير حجمه بعد ما ترسم كمان ما فيش مشكلة بس يعني كده مناسب رسمت الاوفال تول طيب ابدأ بقى اعمل لاسلكت واسحبها double click عليها هي وابدأ اسحبها بقى للمكان اللي انا عايزه وابدأ اتعامل معها خلي بالك بس فيه اجراء ما عملناهوش نسينا نعمله ان انا الشعر ده اقفله او اخفيه خلاص انا مش عايزه علشان ممكن دلوقتي ان انا اضغط عليه وابدأ اتحرك به فحنقله وحيبقى فيه مشاكل كتير فالمفروض دلوقتي ان انا اللير بتاع الشعر ده اقفله وكمان ممكن اخفيه يعني جنب القفل ده هتلاقي فيه نقطة كده تحت العين بجوار الشعر لو ضغطت عليها كده يبقى انا اخفيت الشعر انا مش عايزه دلوقتي خلينا نتعامل مع الاوزن والشعر انا خلصت قصته خلاص وعملت له اخفاء وكمان اغلقته خلي بالك هو الاخفاء فحد ذاته اغلاق يعني بس انا عملت الاثنين للتأكيد تعال نرجع بقى للاوزن اللي انا برسمها انا رسمت شكل بيضاوي هعمل انسيلكت دلوقتي وابدأ بقى استخدم الاداة بتاعت السيليكشن تول عشان اصبط بقى الخط بتاع الاوفال على الخط نفسه بتاع الاوزن بالشكل ده كده ابدأ اسحب بقى علشان يتضبط على قد مقدر بالطريقة اللي انا عايزها كده يعني بقى مظبوط الى حد ما ده الستروك الخارجي بتاع الاوزن خلي بالك اللي جوه ده انا لسه هرسمه وكل الزيادات دي بقى هابدأ ألغيها بعدين بس مش هتفرق دلوقتي انا رسمت كده الحفة الخارجية بتاعت الاوزن طيب عايز ابدأ ارسم بقى اللي جوه ده اللي جوه ده ممكن بالبين تول بقى استخدم البين تول وابدأ دلوقتي ارسم حتى من فوق هنا طبعا كل اللي بره برضو يعني مش هيهمني انا حبدأ من هنا وابدأ ارسم كده مثلا بس كده الستروك كبير ممكن بعد ما اخلص ازبطه او طبعا ممكن اعمل كنترول زد عشان ما يبقاش كبير جدا الستروك هنا ممكن اخليه واحد احسن وبعدين ابدأ ارسم كده من هنا كده الستروك معقول طب بس لون الستروك انا برضو هغيره بعد ما ارسم لان امكنش عايز اللون ده انا عايز اللون نفسه ده المهم هكمل رسم كده وبعدين ابقى اغير كل ده بعد ما اخلص رسم ابدأ اعمل كده اهو وابدأ اللي بره ده مش مشكلة لو زودته حتى مش هيفرق معي هابدأ دلوقتي استخدم السليكشن تول ودبل كليك على ده عشان اغير لونه اولا انا عايز لونه يبقى ايه نفس لون الشكل المصغر اللي هنا نفس اللون ده فانا هضغط هنا على اداة الستروك دي واختار اللون ده يبقى انا كده غيرت اللون لو رجعت هنا كده المفروض ان اللون حيتغير بالشكل ده هعمل بقى انسليكت وابدأ اتعامل مع الخطوط دي اعمل لها انحناء بالشكل ده كده اهو علشان اكمل الرسم بتاعي وابدأ الشكل يطلع مظبوط زي الاصلي يعني على قد ما اقدر اهو حنقل النقطة دي احني دي دي كمان احنيها الجوة دي كده يعني اعتقد ان كده بقى مظبوط طيب ممكن بقى ابدأ اعمله فيلم من الداخل بنفس اللون ده برضو هبدأ دلوقتي ارجع هنا للشكل المصغر واختار اداة البنت باكت وبعدين اللون بتاع الفل هخليه نفس اللون ده وارجع تاني للشكل الاساسي بتاعي شفت بقى النموذج المصغر مفيد جدا عشان اختار منه الالوان لو جيت ضغط هنا دلوقتي يبقى انا مليت الشكل ده طيب تعال نكمل بقى في مثلا الجزء ده كده انا عايز ارسمه طيب الجزء ده ممكن يترسم بايه ممكن بالبنتول زي ما قلتلك ولكن احنا نحاول كده نفكر باستخدام الادوات اللي خدناها قبل كده ممكن استخدم البراش البراش دي ممكن ارسم بيه هنا طيب بقى انا يلون بنفس اللون ده كده هابدأ ارسم بالبراش بس انا ممكن كمان اقول له انا عايز ارسم جوه مش عايز اطلع برا يعني ممكن اضغط على الاداة دي كده واقول له بحيث ان انا لو طلعت برا حتى مايرسمش انا عايز ارسم انسايد فكده لو بدأت ترسمه هابدأ امشي بقى على الخط ده كده بالراحة براحتي يعني علشان يترسم بشكل الى حد ما مظبوط وانسايد مش هيرسم برا فطلع مظبوط فعلا بالشكل ده طيب الخط اللونه فاتح ده ممكن ارسمه بايه اولا تعالي اختار اللون اهو هختار اللون بتاعي يبقى لون المل اضغط على الاداة دي واختار اللون ده هو ده اللون اللي انا هرسم به ممكن برضو بالفرشاء يعني بنفس الفرشاء انا ممكن ارسم كده ازاي طيب هابدأ بس اختار من هنا اقول له paint behind علشان الرسم يبقى تحت الجزء ده ما يبقاش باين فيه حواف زيادة وحابدأ ارسم هنا كده انا برسم تحت ده كل اللي انا برسمه ده هيبقى تحت مش هيبان يعني شوف بقى تحت بس طبعا انا مش باين بقى هنا دلوقتي لان اللون نفس اللون اللي موجود هنا فمش باين قوي طيب انا ممكن مبدئيا دلوقتي اغير اللون double click عليه كده واغير اللون هنا خليه اي لون غامق كده او لون واضح يعني وبعدين ابقى اغير اللي انا عايزه طبعا طلع مني بره شوية فانا ممكن اختار الممحاة بس قبل ما امسح اضغط على الاداة دي واقول له erase selected علشان يمسح من الجزء اللي انا محدده بس ما يمسح ليش اي اجزاء تانية كده امسح الاجزاء اللي بره دي وممكن كمان ابدأ امسح بقى اجزاء اخرى لو في زيادات من الشكل اللي انا عمله select ده يعني هو المفروض انه عامل كده طبعا هو شكل اصلا تعريجة الاظن فيعني مفيش في مشاكل لو طلع مش زي الاصلي كده خلاص انا ممكن بقى وانا عامل برضو select للاختيار ده ممكن بقى ابدأ اغير لون الخط ده تاني طبعا ممكن ارجع للنموذج المصغر اهو انا عامل select اصلا للخط فحضغط هنا وابدأ اختار اللون مرة تانية اللي حيترسم به كده المفروض اللون اتغير لو رجعت حلقية عامل كده طبعا انا بحاول استخدم حاجات من اللي احنا عرفناها علشان انوع يعني طيب ايه تاني الاظن بقى الدخلية المفروض كلها تتلون باللون ده كده فانا حبدأ برضو ارجع تاني للشكل الاصلي بتاعي وابدأ الون جزء ده اختار بقى البنت وابدأ الون الجزء ده بس الاول خلي بالك انا عامل select للخط ده المفروض الاول اعمله unselect وبعدين اختار البنت باللون اللي انا اختارته واضغط هنا يبقى انا خلاص لونت الاظن هعمل بقى zoom out كده ادي الاظن اعمل ايه بقى دلوقتي تعال اظهر الشعر كده لو انا ضغط على الاداة دي اللي عليها ال x عشان يظهر وابدأ دلوقتي ارجع الاظن اخليها تحت الشعر ازاي هضغط على ال layer ده كده واضغط عليه وتحرك لتحت يبقى انا بنقله تحت الشعر هتبدأ الاظن تبان بالشكل ده طبعا كل الزيادات دي انا ممكن لغيها عن طريق الممحاة لو اخترت الممحاة ابدأ امسح الاجداء بس الاول اعمل unselect كده واختر ايه طريقة المسح كمان يعني هضغط بعد اختر الممحاة اقول انا عايز امسح ايه مثلا امسح الاول الفيلز ولا نورمال خليها نورمال لان انا امسح كل ده كده اه يبقى انا مسحت الجزء ده كله خلاص الاوزن ما بقتش باين الحاجات الزيادة اللي فيها كل ده اتمسح خلاص وهو بقى تحت الشعر فما فيش مشاكل خالص يبقى انا كمان عملت الاوزن طيب والاوزن التانية بقى هقعد عيد نفس الاجراءات دي تاني لا انت ممكن دلوقتي تاخد من الودن دي وتحط ها الناحية التانية ازاي اعمل الكلام ده بص حاجة اضغط كليك يمين على اللير اللي انا عايز اخد منه نسخة هتظهر للنفذة دي هاختر منها يبقى انا كده عملت نسخة من الاوزن او اللاير كله بتاع الاوزن يعني ممكن اضغط بقى عليه واغير اسمه اسميه الاوزن اليسرى بالشكل ده كده يبقى انا اغيرت الاسم وعملت كمان نسخة من الاوزن دي بس طبعا هي في نفس المكان وخلي بالك هي معمول لها سيليكت لان انا اصلا لسه نسخها يعني انما لو انت ضغطت كده وما بقاش فيه سيليكشن وحبيت تنقل الودن دي تخليها الناحية التانية يبقى انا لازم اعمل سيليكت لكل المحتويات بتاعة اللير دي وابدأ انقلها ازاي بقى اعمل سيليكت لكل اللير لو انا وقفت على اللير وبعدين ضغطت على اللير كده بيعمل سيليكت لكل محتوياته كل المحتويات دلوقتي معمول لها سيليكت فلو انا نقلت دلوقتي عملت موف باداة سيليكشن تول يبقى انا بنقل الاظن دي الناحية دي جميل طيب نقص تعمل ايه وانا اعمل لها سيليكت برضو ممكن اضغط كليك يمين وابدأ اختار من هنا ترانسفورم ومن هقول فليب هوريزنتل معناها لفهالي في الاتجاه الافقي عشان تبقى معكوسة يعني لو ضغطت عليها هتبقى بالشكل ده ابدأ دلوقتي اتحرك بيها الجوة وممكن كمان ان انا اضغط دلوقتي على اداة الترانسفورم وابدأ اصغرها شوية لان الودن دي اصغر شوية بين انها كده مضغوطة بالشكل ده ممكن اعمل لها روتيت وابدأ اسحبها الجوة بالشكل ده كده يبقى انا عملت نسخة من الوزن دي بدل مرسمها مرة اخرى وطبعا هي ممكن حتى لو ما بقتش زي الاصل بالزبط بس يعني مش هتفرق معايا لان هي الوزن عاملة كده ممكن برضو وانا ابدأ ادخل جوة بالأسهم عملت ببساطة جدا الوزن بس في حتة طبعا زيادة هنا ممكن اعمل لها بقى ايه مسح عن طريق برضو اداة الممحاة ابدأ امسح هنا كده الزيادات دي انا طبعا برضو عامل او مختار من هنا ان طريقة المسح تبقى نورمل علشان يمسح كله وطبعا انا بامسح من اللير ده وحتى لو جيت على الشعر مش هيتمسح لان انا عمل اغلاق يبقى انا لغاية دلوقتي عملت الازنين والشعر لو انا اخفيت الاصل دلوقتي عملت العين دي ضغطت عليها كده شوف ايه دي اللي انا رسمته الى حد ما حاجة كويسة حبدأ بقى كمل ورسم العين ورسم الانف تعالى قبل ما نكمل نعمل دلوقتي اجراء داخل اللوحة لير باني اعمل فولدر وحط فيه الازنين عشان يبقى فولدر واحد اسمه الازن وجواه الاثنين لير بتوع الازن اليمنى واليسرى طبعا انا كل ده بوريك التعامل مع اللير والتعامل مع ادوات الرسم بمثال عملي فمعليش عارف انه طويل شوية بس ده مفيد جدا ليك عشان تعرف الموضوع بشكل عملي انا محتاج اعمل كده فعلا دلوقتي اني اعمل فولدر وحط جوا الاتنين لير دول عشان اعمل فولدر هضغط على الادا دي new فولدر اسمه ايه الفولدر ده هضغط دابل كليك عليه واسميه الاتنين وابدأ اسحبهم فوق كده بحيث الخط الاسو الدايبان تحت كلمة الازن اللي هو اسم الفولدر اول المشيل ايه دي هتلاقيهم دخل الجوه كده معناهم انه بقوا جوه الفولدر اللي اسمه الازن لو انا ضغطت على السهم الصغير ده كده يبقى انا بقفل الفولدر ده بقى فولدر على الازنين اعملهم من خلال الفولدر ده بمعنى عايز انا اعمل لوك للازن للاتنين يعني فحضغط هنا كده انا عملت لوك للفولدر بكل اللجوه عايز اخفيهم حضغط هنا يبقى انا اخفيت الازنين كمان لو عايز اخفي الشعر حضغط هنا يبقى انا بس رتبت الموضوع بالشكل ده تعال بقى نشوف ازاي نرسم العين هعمل زوم على العين خلينا في العين دي كده طبعا ممكن برضو اعمل نيو لاير واسميه العين اليمنى مثلا وبعدين طبعا بعد كده بحطهم في فولدر بعدين المهم ان انا عملت لاير جديد دلوقتي والمفروض ان انا هبدأ ارسم جوا بقى العين بتاعتي اولا الخط ده كده عايز ارسمه ده خط عادي خالص انا ممكن ارسمه هاختار اداة رسم الخطوط وبعدين ارسم الخط باللون الاسود انا ممكن بقى اختار اي لون من هنا او برضو اجيب النموذج المصغر بتاعي واختار اللون بالزبط علشان تبقى الالوان محددة يعني اضغط هنا واختار اللون اللي انا عايزه في وارجع تاني اضغط مصطرة المسافات وارجع على العين علشان ابدأ ارسم عليها طيب حرسم بأداة خط عادي خالص ممكن اخليه واحد ونص مثلا اجرب كده يبقى انا عملت واحد ونص وابدأ ارسم خط كده خط عادي اهو بالشكل ده وبعدين الخط ده انا ممكن ابدأ احني لو اخترت اداة بدأت احني الخط بالشكل ده بس لو انت لاحظت انا ممكن انقل ده كده اعمل دابل كليك وانقل هنا شوف الخط ده من الاطراف مدبب كده فانا ممكن وانا واقف هنا كده اغير الويتس يونيفورم بتاعه اخليه عامل كده بحيس يبقى مدبب من الطرفين انا بحاول اوريك كل اللي اخدنا بيستخدم في ايه يعني يبقى انا فعلا عملت اهو الخط اللي فوق ده وممكن لو حبيت ان انا اسحب بقى الكونر ده اجيبه هنا الكونر ده اجيبه هنا اغير الانحناء مرة اخرى كل ده بقى اقدر ازبطه بالشكل اللي انا عايز تعال بقى نرسم اللي جوه ده اللي جوه ده طبعا ممكن بالبين طول اسهل الشكل ده كده وابدأ اعمل نقطة هنا ونقطة كمان اقفل ده طبعا الشكل ده ملوش علاقة بالعين خالص بس لو انا اخترت ال دلوقتي ممكن ابدأ بقى احني ده كده عشان اجيبه فوق ده النقطة دي اجيبها هنا النقطة دي اجيبها هنا الشكل ده كده ابدأ احني ده النقطة دي ارجع اجيبها هنا تاني لو ما ازبطتش معايا بقى يبقى انا ممكن امسحها او اغير الاتجاه بتاعها يعني اعمل اللي انا عايز وممكن اجي على الممحاة وامسح الجزء ده كده اهو وابدأ ارسم تاني او اكمله بال بين طول هضغط هنا على النقطة دي النقطة بتاعت النهاية واوصلها بالنقطة دي وابدأ استخدم تاني ال اداية بتاع السليكشن وابدأ اتحرك كده انا عملت يعني الى حد ما العين بالشكل ده اهو كده الى حد ما مظبوط بس اصلا الستروك ده كبير حجمه فانا ممكن اغير الستكيل بتاعه بدل واحد ونص اخليه بوينت سيفن فايف مثلا بحيس تبقى رفيعة بالشكل ده ما تبقاش كبيرة طيب اللي جوه ده برضو نفس الكلام حبدأ ارسم بالبين تول اهو وانا برضو مختار نفس بتاع الستروك حبدأ ارسم هنا كده الشكل ده كده مثلا وحبدأ استخدم برضو سليكشن تول وابدأ احرك دول هنا وهنا كده ممكن دي برضو اسحبها شوية كده ودي اسحبها شوية كده المهم يبقى على نفس يعني المستوى اللي انا شايفه قدامي طيب جميل عايز املى بقى اللون هنا بالاسود فهختار وابدأ اختار اللون الاسود ممكن اعمله من هنا كده اهو وابدأ اضغط جوه علشان يلون للعين بالشكل ده طيب تعال نرسم بقى الاشكال الداخلية للعين النيني والمساحات البيضة دي ارسم ده ازاي طبعا النيني انا ممكن ارسمه بال اختار ال وبدأ ترسم حيبقى عندي مشكلة بس هنعالجها دلوقتي طبعا تعال نشوف المشكلة الاول ايه هرسم كده بال اختار وابدأ دلوقتي احرق بقى الدايرة دي عشان احطها في المكان اللي انا عايزه بس بص بقى ايه اللي حصل الدايرة دي قطعت الشكل بالطريقة دي ولو كانت نفس اللون كمان بالزبط يعني كانت حتندمج مع الشكل يعني لو اخترت انا الاداة دي واخترت نفس اللون ده كده وجيت رسمت اي دايرة هنا مثلا كده نفس اللون بالزبط وجيت دلوقتي حاولت اعمل لها سلكت حتلاقيها اندمجت مع الشكل لان الاشكال دي مرجت زي ما اتفقنا طيب انا هعمل اندو 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 كده لغاية ما تراجع عن كل اللي انا عملته ده تعال نشوف بقى نحل المشكلة دي ازاي حلها بسيط ان انا احول الشكل ده الى اوبجيكت والجديد كمان اخليه اوبجيكت لان الاشكال الابجيكت ما بتندمجش مع بعض كمان لها مميزات كتير انا ممكن اعيد ترتبها ارجع شكل وراء اطلع قدام زي ما هنشوف دلوقتي فانا هعمل سلكت اللي انا رسمتهم دول كده اهو وبعدين اضغط على الاداة كريت اوبجيكت علشان يبقوا اوبجيكت دلوقتي لو جيت رسمت اي حاجة مش هتتقاطع مع ده لان ده هيبقى اوبجيكت والجديد هيبقى اوبجيكت تاني ما لهمش علاقة ببعض طيب تعال نرسم بقى انني بس طبعا اتأكد قبل مرسم ان الابجيكت دروينج مود ان علشان تبقى اوبجيكت الاشكال اللي هتترسم ما ارسم هاش مرجد وبعدين احولها على طول ارسمها بالشكل ده طيب ايه اللي انا هرسمه بقى حابد ارسم مجموعة الدوائر دي بس علشان يبقى الموضوع اسهل ارسم من برا الجوه يعني ارسم الدايرة الصغيرة دي وبعدين اللي تحتها الصغيرة وبعدين اللي تحتها الكبيرة خالص علشان ما يغطوش على بعض زي ما هتشوف دلوقتي طيب تعال نرسم مثلا الدايرة الصغيرة البيضة دي لونها ابيض فحضغط هنا واختار اللون الابيض وبعدين ابدأ ارسم الدايرة دي دايرة صغيرة هرسمها بالشكل ده كده دايرة بسيطة كده خلاص رسمتها لو انا اخترت للنموذج المصغر بتاعي واشوف بقى اللون اللي انا عايز ارسم بي برضو هرسم اوفال لونها هضغط هنا واختار اللون دا يعني ايا كان بقى اسود او درجة غمق انا اخترت وخلاص هبدأ اجي هنا دلوقتي وارسم بقى الدايرة دي منين هضغط هنا بعد ما اخترت الوفال طول بشفت وابدأ ارسم الدايرة بالشكل دا كده ايه دي الدايرة بس الدايرة دي لو لاحظت هتلاقيها غطت على الدايرة الصغيرة مفيش مشكلة بقى مدام دا او انا ممكن ابدأ اطلعه قدام او ارجعه الى الخلف يعني ازاي اعمل الكلام دا كليك يمين بعد ما عملت select لل وتختار arrange ومن send backward معناها رجعه خطوة واحدة ورا bring forward معناها طلعه قدام خطوة bring to front معناها طلعه قدام خالص انا اللي عايزه ان انا رجع الدايرة دي خطوة واحدة ورا عشان تبقى ورا الدايرة البيضة فهختار من هنا send backward هترجع ورا بالشكل دا طبعا لانها object انا ممكن اعمل فيها الكلام دا طيب جميل الدايرة بقى اللي بره دي برضو دايرة فانا هرجع ااخد لونها بس من هنا اجيب النموذج المصغر واخد اللون بتاع الدايرة اختار واختار واختار اللون دا يبقى انا حددت اللون اهو هرجع بقى دلوقتي الى الشكل بتاعي اللي انا برسمه العين وابدأ ارسم الدايرة هرسمها بالشكل دا كده برضو ممكن اضغط shift وانا برسم علشان تبقى عاملة كده click على اداة selection tool وابدأ اسحبها برضو طلعت فوق خالص وغطت على كله انما انا ممكن برضو اضغط click يمين وقول arrange send to back علشان تبقى ورا خالص بقى لان في شكلين امسحه طبعا الجزء دا fill ما هواش stroke فانا ممكن بالممحة اختار من هنا erase fills علشان لو هو normal خلي بالك وبدأ تمسح كده حيمسح حتى الخط دا اللي هو اصلا كان stroke فانا هعمل undo واقول دلوقتي erase fills وابدأ امسح هنا كده يبقى انا همسح الجزء اللي برا دا بس بالشكل دا يبقى انا مسحت الجزء الخارجي وعملت العين نقص بقى الاوفال البيض اللي جوه دي واللون الداخلي دا طبعا بمنطقة البساطة بقى انت ممكن تعملهم دول ممكن تختار اداة الاوفال وتختار اللون الابيض لان دا لون ابيض وتبدأ ترسم هنا كده شكل بيضاوي طبعا دا object وتبدأ بعد كده تعمله transform عشان هو معموله rotation بالشكل دا كده تبدأ تسحبه هنا يعني تحدد بقى المكان اللي موجود فيه وتغير الشكل زي ما انت عايز وممكن كليك يمين وبرضه تقول له send to back علشان يرجع ورا خالص بالشكل دا اللي برا دا بقى انا عايزه يبقى مرسوم باللون الرمادي دا ممكن استخدم بقى الوفال تول وابدأ ارسم بقى زي شكل بيضاوي عشان يبقى في الخلفية كده هرسم اهو اي شكل برا حتى وبعدين ابدأ اعمله select واسحبه الى الداخل وابدأ اعمله rotation علشان يبقى داخل بالزبط طبعا ممكن اغير بقى كل المواصفات بتاعته لو ضغط عليه حتى double click انت ممكن بقى تعيد تشكيله بالطريقة اللي انت عايزها بقى يعني ممكن تضغط برا وتبدأ من هنا وتعمله select كده هنا انا انا عايز الشكل ده يملى الارضية يعني فحبدأ اعمله اسحبه في المساحات دي بحيس انه يملى الارضية انا طبعا دخلت جوه الشكل دلوقتي يبقى كده دلوقتي لو ضغط برا double click بقى انا رجعت كده الشكل بقى موجود عندي click mean واقوله دلوقتي arrange send to back هيبقى في الخلف وتبقى العين خلصت بالشكل ده كده يبقى انا رسمت العين ممكن بقى تاخد منها كوبي للعين التانية كل اللي احنا قلنا انت ممكن تعمله انا ببساطة وريتك ازاي ترسم الاشكال الاساسية العين عملناها ممكن تاخد منها كوبي للعين التانية في layer تاني جرب بقى انت الكلام ده وارسم الحاجب ده سهل جدا والانف برضو هيبقى سهل احنا رسمنا الصعب فالسهل بالنسبة لك هيبقى سهل جدا مفيش مشكلة كمل بقى وابدأ اعمل نسخة من العين في layer تاني وجمع layers دي مع بعض ارسم الانف كمل بقية الجسم بس سيب الفم ده ليه موضوع اخر لان ليه عدة اشكال هنرسمها علشان موضوع النطق هنتعلم ازاي نعمل حاجة اسمها lip syncing او حركة الشفاء مع الكلام وحنعمل حاجة كمان اسمها eye blinking او رمش العين وكمان حاجة اسمها walk cycle او حركة الجسم كل ده هنعرفه بقى في الدروس الجاية ان شاء الله بس اتدرب تماما على الرسم وادوات الرسم وكمل الشخصية دي وحاول كمان ترسم شخصيات اخرى وتعمل لها save عندك اهم حاجة بعد ما اتخلص الفايل ده تعمل save علشان هنكمل شغل عليه واي شخصية تانية انت تعملها ممكن تعمل لها save علشان اي حاجة هتتعلمها في التحريك ممكن تطبقها على الشخصية دي